أكد دولة رئيس وزراء اليابان رئيس الدورة الحالية لقمة دول مجموعة العشرين شينزو أبي أن دول المجموعة ستعمل من أجل تعزيز النمو الاقتصادي العالمي معربا عن الالتزام الكامل بالنجاح الكبير لقمة العشرين القادمة في المملكة العربية السعودية وقال في مؤتمر صحفي في ختام أعمال قمة دول مجموعة العشرين اليوم اتفقنا على التصميم لتحسين فرص النمو الاقتصادي مشيرا إلى أن العالم بإمكاناته الاتحاد لتوفير بيئة للنمو الاقتصادي وفي شان قمة المجموعة المقبلة في المملكة العربية السعودية قال رئيس وزراء اليابان نحن ملتزمين بشكل كامل بالنجاح الكبير للقمة القادمة في الرياض في المملكة فالمملكة أعلنت عن رؤية عشرين ثلاثين وهي منخرطة بشكل كبير في إصلاحات غير مسبوقة وتمنى النجاح الكبير لقمة مجموعة العشرين في الرياض وأضاف البيان أن دول مجموعة العشرين ستقود الجهود لتعزيز التنمية والتصدي للتحديات العالمية الأخرى للتمهيد للطريق نحو نمو عالمي شامل ومستدام على النحو المتوخى منه في خطة التنمية المستدامة لعام عشرين ثلاثين ترجمة نانسي قنقر